كل سنة وانتو طيبين ومولد نبوي شريف مبارك على كل الإنسانية سيدنا محمد جيل كل الإنسانية مش بس للمسلمين وحسب يعني بالمناسبة انتو عارفين احنا لو لو بجد يعني حفظنا على حاجتين حاجة منهم اللي كنت بتكلم فيها مع زملائي الأعزاء ياسر والهم هي مسألة الحفاظ على العادات والتقاليد بتاعتنا بتاعت زمان وما إلى ذلك والعادات والتقاليد دي خلي بالك ما طلعتش كده من العدم والدعوة ليه عودتها وإعادة تكرسها وترسخها في نفوس الأجيال اللي موجودة معانا دلوقتي الشبان والمرهقين والأطفال وما إلى ذلك هي بنحافظ بها بالمناسبة على علاقات قوية ما بيننا وما بين بعض يعني فاكر لما كنا مثلا بنتكلم على الطبق اللي بيعود يلف ده فعشورة مثلا تلاقي طبق العشورة ده يبقى كده في صنية عليها ثلاثة أربع سلطانيات عشورة يروحوا للجيران ومش عارف يو حاجات زي كده وتلاقي جيران لما بيردوها يردوها لك فيها بس أنا رزب لبن فيها مهلبية فيها مش عارفي ده شكل من أشكال الموادة والمحبة والصداقة والجيرة والأخوة والرحمة إلى آخره المواسم بتاعت زمان دي زي ما كنت بتكلم مع ياسر فكانت الناس قدر الاستطاعة تعمل أكلة حلوة زي ما تطلع أكلة حلوة وكلنا على حسب استطاعته مش لازم بطاية يعني ولا وازاي ولا الكلام لكن كلنا على قدر استطاعته علشان خاطر العيلة كلها تتلم في الموسم ويعودوا يأكلوا لقمهنية تكفي مية ونتكلم ونتناقش ونتجذب أطراف الحديث واللي زعلان من حد بيصلحوا إلى آخره طب دي حاجة الحاجة التانية وده يمكن كلفت لنظري جدا لما كان مولانا فضيلة الشيخ الدكتور رحمد كريمة معنا يوم الاتنين اللي فات كنا بنتكلم على أخلاق النبي حتى حتى مش هقولك بقى مع خصومه مع من قاموا بالاعتداء عليه باليد وقدام الصحابة ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب الذي هب واقفا ليضرب عنق عنق الرجل بسيفه فيجي رسوله يقول له لا اصلح ما بيننا كان يبقى أحسن يعني لوموا على طريقته معايا ولومني أن أنا لسه ما سددتش الدين انت متخيل الأخلاق عاملة إزاي تخيل لو احنا التزمنا بهذه الأخلاق النبوية وأنا هنا بقى باخد الخط على امتداده أخلاق أنبياء الله كلهم لو مشينا على الخط والله ما هتلاقي فيه مشاكل على الإطلاق بس نمشي على الخط ترجمة نانسي قنقر